ظاهر الطبيعية إزاي بيتم رصدها من قبل هيئة الأرصاد أنا عندي الرصد الجوي الرصد الجوي دون بيبقى معهد فني بعد السنواء العامة ويبقى السنواء العامة لازم يكون علمي سنواء عامة علمي بعدها بياخد المعهد دون بيجي تقدم عندي بيتم تدريبه في مركز القاهرة إقليم للتدريب التابع للمنظمة على الأرصاد الجوية ثم بيبدأ تدريبه عملي لمدة سنة يعني القرص ده سنة والتدريب كمان سنة بعد كده يبدأ يدخل على المحطة المحطة بيرصد كل ساعة رصدة كاملة عبارة عن الرياح اتجاهه السرعة الظاهر الجوية إذا كان فيه أي ظاهرة الرؤية كان مخفضة بأي سببها السحاب أنواعه وارتفاعه وكميته الحرارة والرطوبة الضغط كل دون بيجيبه على مستوى الجمهورية كلها ونبعت ناخد بقداتها جي كلها نبعتها كل ساعة لبنك المعلومات اللي محددها المنظمة على المرصد الجوية محددها في أفريقيا ثلاث أماكن جزائر نارجيريا جنوب أفريقيا بناخد اللي داتة دي كلها نبعتها لبنك المعلومات يوم هو يرد علي بيداتة العلم كله يديني رصدات العلم كله رصد وتحليل تبدأ تتوقع على الخرايط ويبدأ الأخصائي الجوي اللي هو بكل رئيس علوم ويدبلومة رصدات أولية في الرصدات الجوية على الأقل وبياخد دورات عندي لمدة سنتين بيبدأ من العلم اللي عام تقوله كله يبدأ يفصل الكتل السخنة عن البردة الكتل الضغط 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 الواطي ومن خلال دراسته يقدر بقى في الآخر يقرى بقى الخريطة يقول لك إن أنا إيه ده الكتلة دي هاللي هتأثر على مصر طب هتدخل إمتى وهتعود قد إيه والزوهر اللي هتبقى معها قد إيه فيبدأ أيام من التنبق بتاعة الخريطة الجوية كده يعني دي طريقة الحصول على الخرايطة الجوية ودي طريقة التحليل أنا إذا أقول لك الحاجة إن أنا عندي الراس الجوي والأخصاء الجوي في مركز متقدم جدا جدا على مستوى العالم باعتراف المنظمة العلمة الصادية الكوية يعني مستوىهم العلمي عالي جدا 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 ده باعتراف المنظمة العلمة الصادية الكوية نعم نعم خلينا نعرف برضو أستاذ المشاهدين وإحنا برضو عايزين نعرف ما حضرتك أكتر اسمينا عن ظاهرة اسمها ظاهرة الاستمطار هذه الظاهرة كان متعرف عنها أنها بتؤمن الحاجة حاجة مصر ألمائية يعني ده بشكل عام إحنا عارفين كده لكن خلينا بقى نعرف تفاصيل شوف حضرتك تعالي نتكلم ألوى الاستمطار التقليدي اللي كان بتأمي للفترة القديمة من زمان وتم حتى المنظمة العلمة الصادية قالت إنه هو غير موجدي ومؤثر على البيئة ومشي اقتصادي هي أن كان بتدرس السحابة الكيمياة بتاع السحابة أغل كميات دي فيها كميات ماء كبيرة بيقوم طلع بتطلع بالطيارة تضربه بنطرات الفضة يقذف نطرات الفضة على السحابة بخار ماء اللي جوه السحابة يتكسف على نطر الفضة يبدأ ينزل الماء اللي فيها طبعا هنا ده التقليدي طبعا هنا أنت بتحكم فيها اتجاه الهوى وسرعته ممكن بعد مطلع ده كله يجي الهوى يمزائلك الماء دي بعيد جدا الماء بتبقى نازلة مش نضيفة لأنها فيها فضة وكده ومكلفة جدا تجيب طيارة وتطلع وتعمل الجديد بقى اللي عرضته علينا الجانب الألماني في آخر زيارة كان لأموافد راسم موجود أنه عبارة عن حس الصعبة الاستمطار هو عبارة عن إيه؟ أنه يقول لك أنا باجي في حتة فيها نسبة رطوبة عالية قوي نسبة رطوبة يعني معناه بخار مية يعني في مية في الجو عالية بيجي فيه أجهزة معينة بيطلق آيونات الآيونات دي هيتكسف حواليها نقطة المية دي فتعمل سحابة وقبل ما هي بقى تتحكم فيها سرعة الرياح والتجاه وتطلع فوق قوي بيقوم مزود الآيونات أكتر 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 فتتقل كتلة الزرة المية أو كتلة تتقل فتقوم منزلها المطر على طول ده مقليلة لنا فإحنا اتفاقنا معهم إن هم بين إحنا حالين دلوقتي بنعملنا لجنة من أغلب الوزرات المعنية لدراسة نعمل دراسة جدوى شغالين فيها دلوقتي عشان نشوف مدى اقتصادية هذه التجربة مدى إمكانية تطبيقة في مصر مدى إمكانية تطبيقة في المكان اللي إحنا محتاجينهم وأنا أظن إن إحنا عندنا رطوبة عالية جدا موجودة في أماكن كثيرة هم نفسهم لما كانوا بتكلموني كانوا مستغربين إن نسبة الرطوبة في الصيف عندنا كتعالية جدا فقال لك ده أنا أمطرها لك في يعني في أي مكان فقال لك ما هو لسه بقى هنا دراسة جدوى نعم 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 ومدى إمكانية تطبيقها في المكان اللي أنا عايزه مش اللي هو يحدده دي اللي هتفرب معه عشان تفرق معي قوي لأن أنا عايز أخدم مشروع المليون ونص مليون فدان اللي بيعملوا السادة والمهورية طبعا إن أنا عايز أخدمه طبعا فأنا عايز أجيب له ميا في يعني خلاص أنا هستصلح هنا في الحتة دي طب تقدر تجيب لي ميا في هنا هيجيب لي ميا أوكي يبقى خلاص التجربة نجحة وقا طبقها وصلنا بعد حد فين في هذه الدراسات والتعقدات ما زالت اللجنة لا مجلسة تعقدات لسه دراسة الجدوة شغالة لأنه بيبعت ليه كل العالم عشان يعرف أسعار الأجهزة دي أسعارها إيه عشان نقدر نقف نشوف اقتصادياتها بنشوف طبعا معنا الجهات الأمنية عشان تقدر تقول لنا الأجهزة دي هل هي أجهزة مشوشة على أي شغل للأمن بتاعنا يعني شغل كده إيه حاجات نقض يعني لسه شغالين فيها